كلامنا عن العظيمة فايزة أحمد ومحمد سلطان مع الكاتب الصحفي الأستاذ حمدين حجاج عايزة تكلم عن أغنية من ضمن الأغاني اللي يمكن لا تنسى العظيمة فايزة أحمد وهي ستة الحبايب ستة الحبايب عملتها مع موسيقار الأجيال الأستاذ محمد عبد الوهاب كان ممكن ساعتها مثلا يكون غار محمد سلطان هل كان ممكن ده يكون تسبب في أي غيرة على المستوى المهني مش على المستوى العاطفي ولا هو كان حابب نجاحها وكان حابب اللي حصل من نجاح في الأغنية دي للفنانة العظيمة فايزة أحمد ما زي ما قلت لحضرتك هو علاقة المسيقار محمد سلطان من الأساس بالمسيقار محمد عبد الوهاب هي علاقة أب بابنه ولما حضرتك تقتربي من المسيقار محمد سلطان تكتشف أن أنت قدام إنسان كلما في النبل كلما في الركوية كلما في الأخلاق المسيقار محمد سلطان كان أكتر شيء يسعده أن فايزة تنجح نجحت معاه نجحت مع غيره وده الحب الحقيقي نجحت معاه نجحت مع غيره المهم أن فايزة تفضل فايزة النجمة المتقلقة اللي الجمهور بيحبها اللي ومشعبيتها ممتدة من الخليج للمحيط أعتقد أن المسيقار محمد سلطان هو أسعد الناس كان بنجاح الأغنية بأغنية ست الحبابيب ومش بس أغنية ست الحبابيب أي نجاح كانت بيتحقق أو فايزة هو بيعتبره نجاح شخصي لها لأن زي قلت لحضرتك هو لإعاد اكتشاف فايزة إنسانياً ومهنياً وبعدين بقى كمان لما تقول المسيقار محمد عبوهاب مين ما يحلمش أنه عبوهاب يا حبيب ومين ما بيحبه ست الحبابيب لحد النهاردة يعني علامة من علامات الفنانة فايزة أحمد أنا ممكن بس عايز أقول حاجة أنا لو كان في شيء دافع إن أنا أعمل الكتاب وأكتب عن الكتاب بحب أغنية ست الحبابيب أنا زي ما قلت لحضرتك أنا بحبش حد في حياتي ولا أحب حد في حياتي أد والدتي والأغنية ديت دايماً يعني أنا دايماً بهديها الولدتي فمؤكد إن الأغنية ديت أنا يعني على عظمتها هي لأد ما لمست الناس هي بتلمسني أنا بشكل شخصي هكيد هي بتلمس كل الناس لإنني هي بتلمسني بشكل شخصي لأن والدتي تستحق أكثر منها كمالية أكيد